عايزين تتعليموا انجليزي من البداية خالص من تحت الصفر خليكم معايا سلام عليكم معكم اسلام البلتاجي واهلا وسهلا بكم ويا رب تكونوا كلكم بخير وسعادة اللهم امين يا رب العالمين طبعا رجعت لكم بعد غيبة طويلة وصراحة اكتر حاجة وحشتني هي اننا نستبشر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغافل عن ذكري الغافلون طبعا يا جماعة سمحوني على التأخير انا بصراحة كنت مشغول جدا ولكن الحمد لله يعني فضيت شوية دي هتكون بداية اول حلقة بامر الله لتعليم اللغة الانجليزية مش من الصفر لا من تحت الصفر طبعا ان شاء الله هنبتدي من الحروف ان شاء الله هنعرف ازاي ننطق الحروف اصلا لان في حاجات اتعلمناها للأسف غلط فان شاء الله هنصححها وان شاء الله هنبتدي من تحت الصفر فانت بصراحة ما عندكش اي عزر ومفيش بقى بعد ما شاب ودود كتاب وقصص دي انسى الكلام ده كله هتتعلم هتتعلم تمام؟ بس اهم حاجة جماعة الاستمرارية والتكرار ان شاء الله هنبتدي وقبل ما نبتدي بس هقول على شوية قواعد كده عشان نكون بامر الله نمشي زي الصاروخ ان شاء الله بامر الله يلا بنا اول حاجة جماعة عشان نكون متفقين ان شاء الله بامر الله ناوي اعمل فيديو او خليكم فاكرين او انا قلت او فيديو هين ان شاء الله ده في الاول بامر الله هحاول على قد ما اقدر اعمل فيديو واحد في الاسبوع او فيديو هين السبب ان انا بقول كده يا جماعة لان انا بصراحة انا الحالي بفضل الله معايا ربنا وفقط انا اللي بعمل الحمد لله اللايتينج الاديو كل الكلام ده مفيش حد بيساعدني انا الحمد لله بعمل كل الكلام ده لوحدي فالموضوع بياخد وقت جامد جدا والنسبة للناس اللي هم اليوتيوبرز فاهمين انا بقول ايه فسامحوني يعني ان شاء الله بامر الله هبتدي بفيديو واحد وبعد كده بامر الله ممكن يعني لو تم الدعم ان شاء الله وتفرغت للموضوع بامر الله ممكن يكون فيديوهين او اكتر من فيديوهين في الاسبوع بامر الله دي اول حاجة ان شاء الله نكون متفقين عليها تاني حاجة يا جماعة عايز اتكلم عليها ان انا هبتدي من تحت الصفر يعني من الحروف ازاي ننطق الحروف ازاي نكتبها فياريت لو انك عارف الكلام اللي انا بقوله ياريت ما تستعجلنيش واحمد ربك انك عارف لان فيه غيرك مش عارف وده حقه علينا ان هو يتعلم هو كمان فبامر الله حاول ان انت تعتبر الكلام ده مراجعة لك وبامر الله بامر الله لما نوصل للمرحلة بتاعتك هتستفد انت كمان ان شاء الله ثالث حاجة جماعة وهي حاجة مهمة جدا مع احترامي للناس اللي بتعلم انجليزي ياريت مش عايز الاقي في الكامنس ده فلان بيقول كذا او فلان بينطق الكلمة دي بالطريقة الفلانية هتلاقيني كمان وانا بقولك وانا كمان بقول كذا مش عشان حاجة انا بس عايزك تتعلم اهلا وسهلا لو عايز تتعلم مني واهلا وسهلا لو عايز تتعلم منهم لان كل شيخ وليه طريقة تمام انا مهزر طبعا ربنا يجعلنا يعني انا مش شيخ ولا حاجة انا انسان عادي بس انا بقولك يعني كل شخص بيبقى ليه طريقة معينة في الشرح فياريت بقى مش عايزين جدال كتير وكلام في الكامنس وفلان بيقوله وفلان بيعيد عايز تتعلم مني اهلا وسهلا عايز تتعلم منهم اهلا وسهلا برضو وان شاء الله بس اهم حاجة تتعلم اهم حاجة تتعلم دي اهم حاجة عندي النقطة الرابعة يا جماعة اللي انا هتكلم فيها ان انا عايز اقول يا جماعة للناس اللي بتشوفني الاول مرة ان انا بفضل الله شغال مدرس انجليزي في امريكا في مدرسة حكومية بعلم انجليزي وبشوف الاطفال بيتعلموا انجليزي ازاي فدي ممكن تكون ميزة عندي انا مش عشان انا احسن من حد تاني بيعلم انجليزي لا والله انا بس بقول ان انا ممكن اكون عندي ميزة افضل شوية من شخص تاني بيعلم انجليزي ولكن عايش في بلد عربية لان انا بشوف اخطاء كتير جدا ولكن اهم حاجة مش بعيب على حد ولكن اهم حاجة نتعلم ان شاء الله هتتعلموا زي ما الامريكان هنا بامر اللي بتتعلم الحاجة الخامسة يا جماعة ان انا مش جاي ابيع لك الوهم فمش هتلاقيني هقولك بقى تعلم معلمك الامريكان اكسنت وحتتكلم زي الامريكان بالضبط الكلام ده مش هيحصل لان انا شغال في ال ESL ديبارتمنت او قسم اللي هو الانجليزي كلغة تانية ويا جماعة اي حد بييجي بعد سن الست سنين هنا في امريكا هتلاقي عنده اللغة الاصلية مأثرة على كلامه في الانجليزي فهتلاقي مثلا شوف الاخوة الهنود بيتكلمهم انجليزي ازاي مثلا عندك مثلا الروسيين يعني فيه اكسنت يعني يعني تلاقيهم بيتكلمهم انجليزي بطريقة يعني يعني قوية شوية انتوا طبعا فاهمينا نقصه دي فمش عايز ابيع لك الوهم ومش عارف يعني فيه ناس كتير جدا للأسف حسبون الله ونعم الوكيل طبعا سنترز يعني وقصص دي مفيش حاجة اسمها كلام ده في انك تزبط الاكسنت بتاعتك ايوة فان شاء الله معايا هنا هتتكلم هتفهم هتفهم وحتتفهم بامر الله اوعدك ولكن اي حد يحاول يضحك عليك ويحاول يعمل عليك فلوس بلاش انت هتتكلم انجليزي كويس هتفهم انجليزي كويس هتتكلم باكسنت مفهومة بامر الله لكن اوة حد يضحك عليك ويقولك ان انت هتتكلم ازاي الامريكان بالضبط عندك مثلا ارنولد شوارزنيجر اه يعني ده مش امريكي ودلوقتي اي نعم بيكلم انجليزي كويس جدا وهو زت نفسه قال انا اخدت كورسات كتيرة جدا بس فيه كلمات كتير جدا هتسمح منه هتعرف اه على طول الراجل ده مش امريكي او مش مولود في امريكا تمام عايز برضو تقنع نفسك تاني شوف يا جماعة اي حد بيسافر برا شوف الاخوة الهنود بيكلمه ازاي وهتعرف ان انا اصدق تمام فدي حاجة انا عايز اتكلم عليها في الاول لان الحاجة دي يعني مهمة جدا مثلا عايز تقتنع بمثال تاني عندك السي اي او بتاع شركة جوجل هندي شوفوا برضو بيتكلم ازاي عندك السي اي او بتاع شركة مايكروسوفت شوفوا برضو بيتكلم ازاي فدي اكبر مثلا اكبر شركتين في العالم السي اي اوز هما الاتنين هنود وبيشوف بيتكلموا انجليز ازاي فمش عايز بقى الناس اللي بتعمل فلوس يعني اسف عليك وتعالى ادفع فلوس انت عندك اي حد مش انت بس انت عندك او انتو عندكم كنز اسمه اليوتيوب هاو تو وتكتب وتتعلم اللي انت عايزه هاكين بروغرامنج اي حاجة انت عايزها هاو تو وتكتب وحتتعلم اللي انت عايزه طبعا فيه ناس بتستخدمه بطريقة كويسة وفيه ناس بتستخدمه بطريقة للأسف كلها يعني اه مع السلامة يعني مش عايز اتكلم كتير فانت انت حاول تركز وحاول تتعلم وسيبك من الاكسنت انا ما بتكلمش زي الامريكان انا عندي مش عارف ايه انا بغلط في الكلام بامر الله ثقل اللسان ده هيضيع منك بامر الله بس اهم حاجة الاستمرارية والتكرار سبحان الله العظيم الدنيا برا بتمطر جمد جدا وفيه عصفة فمش عارف هل انتو سامعين ان الصوت بتاع العصفة ولا لا بس اهم حاجة اللهم اننا سألك خيرها وخيرها ما انزلت به ونعوذ بك من شرها وشرها ما ارسلت به فدعواتكم ويا رب تكون ان شاء الله الدعاء ده مستجاب وقت نزول المطر فيا رب يعني ان شاء الله يكون او تكون السلسلة دي بامر الله سلسلة تعليم الانجليزي من تحت الصفر تكون فايدة للجميع وربنا اجعلها خالصة للوجه الكريم ويجعلها كمان يعني علم ينتفع به لما يكون من اهل القبور اللهم قينا عذاب القبر جميعا اللهم امين يا رب العالمين دلوقتي يلا نقول بسم الله ونبتدي بالحروف الابجدية للغة الانجليزية او الالفاباتس وطبعا حد هيقول لي ايه ايوة طبعا لازم نبتدي بالحروف عشان عندنا الحروف بننطقها كتير غلط وكمان بنكتبها في بعض الاحيان غلط فان شاء الله لازم نتعلم النطق بطريقة صحيحة وكمان الكتابة بطريقة صحيحة طيب الموضوع ده هيفدنا بايه ازاي موضوع طريقة النطق للحروف الابجدية او الالفاباتس بطريقة صحيحة هيفدنا بايه اصلا هقول لكم على موقف مثلا لو انت بتتكلم مع شخصه والشخص ده مش فهمك اول حاجة هيقولها لك سبيلت اوت الكلمة اللي هو مش فهمها هيقولك سبيلت اوت تمام يعني استهجاها يعني يقول لي مثلا اسلام مثلا يعني اي اس ال اي ام تمام فانت لو مش بتنطق الحروف بطريقة صحيحة للأسف هو مش هيفهمك خالص فانت طبعا عشان تيجي مثلا يقول لك سبيلت اوت تقوم انت تقول له اه حيرد عليك ويقول لك جتك او طبعا انا بغزر ولكن الموضوع مهم جدا انا جماعة وبالتحديد في مثلا كلامك على التليفون فلو انت مثلا بتتكلم على التليفون مثلا مع البانك دكتور يعني يعني بتتكلم مع اي حد على التليفون طبيعي ان هو ممكن يطلب معلومات عنك مثلا اسمك او عنوانك طبعا بتيجي مثلا مثلا in my case يعني انا اسمي اسلام البلتاجي فممكن يبقى عارف ازاي او تكون عارفة ازاي تكتب اسلام ولكن بالنسبة لاسمي البلتاجي طبعا صعب ان هو يكتب فلازم انا استهجاء او اقوله عن طريق نطق الحروف تمام فالموضوع ده مهم جدا مش عايزك طبعا تتحط في الموقف ان انت سبيلت اوت فايه لا هتبقى الموضوع بالنسبة لك صعب جدا وممكن يعني تبقى متدايب ان انا ما بعرفش اتكلم عالتليفون وحاجات زي كده لا الموضوع ده مش حقيقة خالص دي كلها تايوقات انت بس اهم حاجة انك تعرف تنطق الحروف بطريقة صحيحة على التليفون لان الشخص اللي قدامك مش شايف بقك فهو ده طريقة نطق الحروف وهعرفك ان شاء الله في نهاية الفيديو او وريفر يعني في الفيديو فين مش عارف بالزبط في النص الفيديو ولا في اخر الفيديو المهم يعني ان شاء الله عرفك ان انت تقول حاجة معينة على التليفون عشان تجبر اللي قدامك ان هو فعلا او تتأكد فعلا ان هو فهمك على التليفون طبعا من حاجات اللي لازم تعرفها ضروري في الاول ان الحروف الابجادية هم عبارة عن 26 او 26 حرف منهم 5 5 vowels and 21 21 consonants مش لازم تعرف الكلام ده دلوقتي بس خليه بس يعني يعني في دماغك كده من وراء اعرف 26 حرف 26 حرف منهم خمسة خمس حروف vowels وفي 21 او 21 حرف consonants تمام ما تقلقش بالمصطلحات والكلام ده بس جماعة عايزكو برضو تفهموا حاجة ان انا بعلمك انجليزي فما تجيش تقول لي ترجم لي بالعربي انت دلوقتي لازم من الاخر كده تغطس في اللغة الانجليزية عشان تتعلمها تمام فانا مش هقعد بقى كل شوية اقول لك الكلمة مثلا بالانجليزي وبعدين اقولها بالعربي لأ طيب ازاي انت اسلام جاي اصلا بتقول انا هعلمكم انجليزي من تحت الصفر وجاي تقول لنا دلوقتي انا مش هترجم لكم حاجة وحنتكلم بالانجليزي بس هو ده فعلا اللي بيحصل هنا طبعا دي حاجة كانت غريبة جدا بالنسبة لي لكن كنت بشوف الاطفال سبحان الله جايين يمكن اول يوم عياط عياط بكاء يعني يبدو العربي عشان الاخوة الغير المصريين وبيعياط وحاجات زي كده وخايفين طبعا رهبين الموقف جايين بيتعلموا لغة تانية خالص وما فيش حد غير هم بتكلم عربي انا طبعا بروح بتكلم معهم عربي والموضوع بيعدي عادي جدا ولكن انا لاحظت ان سبحان الله الطفل او حتى الشخص الكبير في الاس او بيروح مش عارف انجليزي خالص ومع ذلك مفيش حد مثلا بيقول له دي يعني كذا ودي مفيش هو بيغتص في الانجليزي بيتعلم انجليزي هي دي الطريقة الوحيدة والطريقة الصحيحة سيبك بقى من حفظ الكلمات وحاجات زي كده لا انت هتتعلم انجليزي عن طريق المواقف وعن طريق الكلام اللي هو بامر الله انا هدخل فيه التكنولوجي صور هتعدي عليك هنا في الشاشة ان شاء الله بامر الله هتتعلم هتتعلم انا هكون بخاطب عقلك انت في حاجات في مثلا ساون يعني صوت مع مثلا صورة مثلا مش هتلاقين جاي مثلا اقول لك يعني عربية لا فيه صورة العربية هتيجي وانا مثلا هقول car او مثلا هخلي شخص امريكي ينطق car عشان تعرف بتتنطق ازاي وحاجات زي كده فعقلك انت اصلا هيربط اه ده معناها عربية فمش هتحتاج مني ان انا اقول لك على فكرة car معناها عربية او vehicle معناها عربية مفيش كلام ده فبأمر الله بس عايزك تصبر معايا وان شاء الله هتتعلم انجليزي كويس جدا بس مفيش ترجمة هتحصل بس ما تقلقش سيب لي نفسك خالص عايزك تطفو كده على وش المياه بالنسبالي وان شاء الله هتتعلم بأمر الله هتتعلم طبعا يا جماعة اللغة الانجليزية مش زي اللغة العربية يعني احنا في اللغة العربية مثلا عندنا الحروف الف طبعا بيتغير شكلها في وسط الكلمة وحاجات زي كده بس هنا الموضوع مختلف طبعا الحروف هنا ما بتتوصلش ببعض فانت دلوقتي بتشوف حرف كبير احنا بنسميه او وفي حرف تاني صغير تمام من دلوقتي الانجليزي الحروف بتاعته اولا ما بتتوصلش ببعض مش زي اللغة العربية ولها شكلين او كابتل او حرف كبير وحرف صغير تمام طبعا ان شاء الله كل الحروف هيبقى فيها شرح ان شاء الله ولكن دلوقتي بس خليني اوريك الموضوع بيبقى ازاي بالنسبة لتلت حروف وان شاء الله هنكمل بعدين ده حرف الا تمام بتكتب بالطريقة دي تمام ده ده طبعا او خليني اقول كابتل تمام هنقول مثلا حرف البي بيكتب بالطريقة دي تمام حرف الس نفس الموضوع نا تمام دول التلاتة دول حروف كابتل يعني حروف كبيرة طيب الحروف الصغيرة مثلا الا او الاي انا جاي دلوقتي في الكلام هشرح الكلام ده ده lower case تمام اا البي نفس الموضوع lower case بي كده ال c كده زي ما تشايفين طبعا دول دول upper case او capital ودول lower case حروف صغيرة اوكي تمام كده جماعة وان شاء الله هكمل شرح بالنسبة لكل الحروف وهنعرف كل الحروف بتكتب ازاي والصغير والكبير فمحد شي لا ان شاء الله عايزكم بس تعرفوا ان الحروف اللي هي ال vowels a i e o u تمام خليهم بس يعني في دماغك من ورا ما تقلقش خالص vowels consonants don't worry about it ما تقلقش خالص بس خليك عارف تاني الحروف الابجدية 26 حرف منهم 21 او 21 consonants و5 او 5 vowels بس طبعا يا جماعة لازم تعرفوا ان كتابة اللغة الانجليزية من الشمال لليمين مش زي اللغة العربية من اليمين للشمال طبعا واحد هيقول لي طب ما احنا عارفين انا بتكلم حتى على الحروف انا عارف طبعا ان انتو عارفين ان الانجليزي بيتكتب من الشمال لليمين يا سلام ما قلتش حاجة يعني صعبة انا عارف ان انتو فعلا عارفين كده ولكن انا بتكلم على الحروف يعني مثلا مثلا انا اسمي اسلام مش بكتب اسلام كده صح? لازم اكتبه من اليمين للشمال فحكتب مثلا اسلام كده تمام? نفس الموضوع ما تجيش بقى تقول لي طب يا عم مش مشكلة يعني وبتاع ما هي مثلا ايه ما تكتب بالطريقة دية اه مثلا من هنا من اليمين للشمال زي ما بتكتب من الشمال لليمين لا انت مدام هتتعلم لغة تانية اتعلمها صح عشان هيفيدك جدا لو عايز تتعلم كيرسيف بعدين طبعا انا عارف ان فيه ناس كتيرا ممكن تقولي يا عم انت بتصعب بالامور وحاجات زي كده بس انا بكلمك على الصح انا بكلمك ازاي اطفال بيتعلموا هنا الصح على فكرة تعليم الخط الكيرسيف او خط الرقعة او المشبك زي ما احنا بنقول في مصر مش اجباري خلاص دلوقتي اطفال عايزين يتعلموه بيدولهم كتيبات كده يعني extra work يعني home work زيادة او واجب زيادة لو هم حبين المنظر يعني بتاع الكيرسيف وبالنسبة للناس اللي مش عارفة يعني ايه خط كيرسيف او خط مشبك فهو مثلا زي ما انت شايفه على الشاشة دلوقتي تمام اوكي اول حرف عنا نتعلمه يا جماعة هو حرف الاي اللي احنا بنقول عليه ايه طبعا كنا واحنا صغيرين طبعا بيقابلنا صعوبة في التفريق ما بين الاي وال اي فطبعا كنا بنقول ايه ايه فكان فيه يعني صعوبة تحديد حالانا بقصد ايه او ايه او ايه تمام الحرف ايه بتنطو ايه زي نهاية كلمة رمادي او رمادي whatever you call it grey فالحرف بيتمطق ايه وبيتكتب كده ايه من الشمال لليمين تمام ده ال upper case او capital تمام ال lower case بيتكتب كده تمام يبقى ده حرف كبير upper case capital with a حرف صغير lower case اوكي اي اي بتقول اي زي كلمة grey نهاية نهاية كلمة grey grey اوكي فالحرف مش ايه لو قلتلي زي ايه هقول لجتك اوه اوكي يا جماعة مفيش حاجة اسمها ايه ايه ما فيش افيه انا هنا اي اي ده بالنسبة الحرف ال ايه الحرف اللي بعده هو حرف ال b b حرف سهل وبيكتب بالطريقة دي b ده capital lower case بيتكتب كده تمام وطبعا خدوا بالكو عشان تفرقوا ما بين ال b lower case وال d lower case انا جاي لها ان شاء الله فال b لو lower case لو دفطيلها وحدك ايه هتبقى capital b تمام b بتكتب كده capital و d lower case او حرف صغير تمام وبالمناسبة جماعة عشان برضو نسهل لكم بالنسبة لحرف ال a لو انت مثلا بتتكلم على التليفون مثلا وعايز تقول a او a بالطريقة الصحيحة تقول a as in apple يعني حرف ال a اللي زي المكتوب في كلمة apple اللي هي تفاحة طبعا هتلاحز ان فيه فرق ما بين انك تقول apple و apple تمام كل الكلام ده هن شاء الله هنتعلمه هنرجع تاني حرف a فلو انت بتتكلم على التليفون ما حد واسمك مثلا في a زي مثلا البلتاجي انا بقول a as in apple apple تمام دي معناها تفاحة طبعا انا بقول لك دلوقتي معناها بعد كده مش هقول لك بعد كده هجيب لك صورة تفاحة وانت هتشوفها وانا هقول apple او هتسمع حد امريكي بيقول apple اوكي تمام فانت لو عندك مثلا في في اسمك حرف a فانت هتنطع هتقول a as in apple as in apple تمام ده لو انت عايز تقول على التليفون او split out يعني على التليفون سواء بتتكلم مع بنك او whatever تمام نيجي لحرف ال b برضو هقول b as in ball ball تمام b زي انا اسمي البلتاجي البلتاجي اما باجي اقول b بقول as in ball اوكي as in excuse me ball تمام يبقى يبقى انا كده نطقت انا بقصد ان انا عايز اعرفك ان a اللي انا بقصدها زي الحرف اللي هو في كلمة apple وهنا ال b هو الحرف اللي هو في بداية كلمة ball كورة تمام الحرف اللي بعده حرف سهل c capital c او uppercase c and lower case c as لو انا عبتكلم مع التليفون برضو c as in cat تمام الحرف اللي بعده d d d طبعا هتلاحظ ان هو d مشابه ل t d مشابه ل t طبعا في فارق ما بينهم d t 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 هنعرف الكلام ده طبعا بعدين بس خليك عارف ان d ممكن تسمح على التليفون t او العكس t يعني انا بقول البلتاكي البلتاكي هم بيفكروني بقول البلداكي تمام فعشان كده لازم اشرح فانا بقول مثلا يعني خلينا دلوقتي في حرف d بكتب كده uppercase او capital وكده d d تمام وطبعا عايز اقول d as in dog تمام dog طبعا انا عارف ان فيه فقر ما بين american accent وال british accent فهوما بيقولوا dog المهم هنا في american accent بينطاقوا معظم ال o زي ال a water water مية كل الكلام ده انت حاول تتعلمه من دلوقتي عشان انما جيت هنا كمصري احنا بنتعلم british وطبعا لما جيت هنا اتعبت جدا طبعا عشان كنت متعلم حاجات كتيرة غلط فبعد يعني معاناة بدأت ان انا اصبط الموضوع بحيث ان الناس تفهمني هنا والحمد لله زي ما قلت لكم انا شغال دلوقتي مدرس الحمد لله مدرس انجليزي في مدرسة حكومية امريكية الحرف اللي بعد كده هو حرف e وده حرف سهل e as in as in يبقى e البلتاجي او اسلام e as in egg as in egg اوكي as in egg as in egg اوكي الحرف اللي بعده f f f شايفين ال capital او ال upper case عاملة كده وال lower case دايرة مش مستقيمة شايفين دي عاملة كده يبقى upper case lower case في فرق طبعا زي ما انت شايفين f f as in fish as in fish الحرف اللي بعده حرف الجي جي capital جي lower case جي جي as in got got البلتاجي جي as in got got تمام تمام الحرف اللي بعده حرف ال H H H H capital H lower case H H capital lower case H H as in hat H as in hat تمام الحرف اللي بعده I capital I lower case I I لو انت بتكلم عن نفسك بتقول I love you مثلا بتقول I أو مثلا عايز تقول I as in islam I as in islam this is small أو I as in as in india الناس كتير هنا بتستخدم I as in india الحرف اللي بعده J J فيه فرق ما بين J ده حرف الج وده حرف الج ج ده ج ده ج وده ال upper case أو capital أو اما lower case زيها بس عليها نقطة زي ما انت شايفين أوكي يبقى ده upper case دي lower case عايز تقول مثلا J طبعا على التليفون ممكن يقولك آه ده هو يقصد G لا as in J as in jelly أوكي الحرف اللي بعده حرف الكي كي كي حرف الكي كي capital key small زيها بالضبط بس أصغر يبقى هنا upper case هنا lower case تمام كي as in كي as in kite كي as in kite أو كي as in كينتاكي الولاية اللي أنا عايش فيها اسمها كينتاكي أوكي كين تاكي الحرف اللي بعده يا جماعة هو حرف ال L طبعا ده في فقل كبير جدا وهيتعبك بصراحة عبال ما تنتقل بطريقة كويسة بس طريقة مطقو سهلة جدا L شايفين اللساني بطلع لفوق My tongue is going up L L I love you L love 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 مفيش حد بيقول I love you لو قلت I love you لحده حيوم مديك بالكفة على طول لازم تقول I love you أوكي love طيب عندي مثال مثلا مهم جدا يعني عشان تعرفوا ان الفرق ما بين اللغة العربية مثلا إل فيها يعني إل خفيفة أو اللام خفيفة والإل رغم أنهم عندهم مثلا لام لام يعني معزة لكن أنا بتكلم دلوقتي مثلا مثلا يعني أنا اسمي إسلام أما بيجوا وينطقوا اسمي بيقولوا إسلام طب ما هو يا معزة منك يا معزة منك ليه ما هو أنت بتقولوا لام مثلا فيقولك لا المفروض الإس يعني وبعدين بينطقوا كمان الإس زي فبيقولوا إسلام رغم أنهم معارفين وكل حاجة وعندهم لام يعني شوفوا اللام برضو أو معزة أو جهة يعني برضو اللام طب يعني إيه الفرق مش عارف بس المهم إن هما مثلا بينطقوا اسمي أنا إز لام أوكي فدلوقتي عندك أنت حرف الإل الإل بيتكتب كده الإل أبر كيس وكده لور كيس طيب خد بالك بقى حلو وإنت بتكتبهم عشان اللور كيس إل مشابه لل آي طبعا أنت لما بتكون بتكتب على الكمبيوتر ضوضع تاني لكن لما تكون بتكتب تاخد دالك إن انت تتفرق ما بين ال آي كابتال والإل لور كيس ده حاجة مهمة جدا 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 تمام بالزاد أنا بتكلم دلوقتي عالكتابة لإن الكمبيوتر طبعا ما بتكتب تايبينج ده ده وضع تاني لكن وإنت بتكتب على الورق لازم تكون بتفرق ما بين ال ال والآي أوكي الحرف اللي بعده حرف ال ام 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 حرفه مهمة جدا جماعة زي ما انت شايفين كده ام كابتال ام سمول ام هتفرق ما بينه ازاي شوفوا وانتو بتكلموا عالتليباتي هتسمع ام انا بقول ام لا هو ممكن يسمع عالتليفون ان ان وانت بتقول ام عالتليفون وضع تاني فعشان كده لازم تقول ام ازين ميري اوكي ام ام ميري تمام؟ وبالمناسبة عشان أنا هننسيت أقول L حرف L as in L as in love الحرف اللي بعده برضو عشان مشابه حرف L N N as in Nancy نانسي الحروف دي يا جماعة جد والله والله انت ممكن تقول يعني مش لازم يعني اسلام انت بادي مش من تحت الصفر ده انت بادي بالسالب يا راجل الموضوع ده مهم جدا والله هتيجي هنا ونفكر نفسك يعني B HD في الانجليزي وحتيجي تتكلمة هتلمون الو هيقول لك اقفل لا لا لازم تتعلموا الكلام من الأول لازم تتعلموا ان شاء الله بطريقة صحيحة وهتدعولي ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله هتدعولي مش هتدعو علي ان شاء الله أعمل يعني فالله خير وانكم تدعولي ما تدعوش علي الحرف اللي بعد كده هو حرف ال O O حرف كبير upper case lower case نفس الحرف بس صغير تمام O O O اوكي as in octopus as in octopos octopos الحرف اللي بعده يا جماعة هو حرفه مهمة جدا وهو حرف ال P P P لو الحرف ده ما نطاقش الطريقة صحيحة للأسف هيبوز لك كلمات كتير جدا 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 وللأسف يعني محدش هيفهمك مفيش حد هيقول يعني اه ده هو يقصد كذا يعني بعد فترة ممكن يتعوده على طريق نطعك الغلط للأسف فانت ليه تقبل ان انت اصلا تتكلم غلط صحح نفسك وبالتكرار حتتعلم اوكي فانا هنا معايا طبعا اختبار الورقة عشان زي ما احنا عارفين زي ما القطنة ما بتكدبشي الورقة برضو اتعلمت من القطنة وقالت مش هكدد فدلوقت يا جماعة الفرق ما بين البي والبي هتحط ورقة قدامك طبعا فيه نسع بالنسبة للناس المدخنين يعني بيفضلوا ان هم ما يستخدموا ولاعة وان هم ما يطفوا النار بس احنا طبعا ما بتدخنش فانا بستخدم الورقة فعشان تعرف واتدرب نفسك على الفرق ما بين البي والبي شايفين فيه هوا بيطلع في البي حرف البي كابتال والبي سمال او لور كيس تمام ففيه عندنا هنا المشكلة بتبقى في الحرف ده بي وده بي طبعا بي بو بي بو تمام ما فيش حد بيقول بي بل بي بل اوكي عشان الكلمة دي هتحطبق صعب عليك ولكن لو بي بو بي بو تمام ايه الفرق ما بينهم حرف البي ده ما بينطلعش فيه نفس بي 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 حرف البي ده بنطلع فيه نفس طب ازاي بطلع نفس بقفل شفايفي شوية وحط شوية هوا وراهم وبعدين اعمل كده بي وافتح الشفتين مرة واحدة بي فايه الفرق اهو الفرق اهو بي بي شايفين الورقة حركت ازاي بي 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 لو عملت كده اه لمدة ساعة كل يوم لا لا ده هزل طبعا لا بس لو عملت كده بي 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 هتلاقي لسانك فعلا ابتدى اه انا دلوقتي قدرت افرق ما بين البي والبي بي بي اوكي دي طريقة رهيبة هتساعدك جدا 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 في التفريق ما بين البي والبي اوكي طيب انا عايز اقول بي 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 ما اعرف تواكل على الله واستغلب من بي 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 حرف ال-Q Q Q K-U K-U إن أكبر تقول K-U تمام؟ upper case Q lower case Q أوكي؟ طبعا خد بالك فرق ما بين Q lower case وفي ناس بتكتبها كده عشان تفرق ما بينهم وفي G lower case هم اللي اتنين عاملين زي تسعة بالعربي تسعة رقم تسعة بالعربي لا دي Q ودي G فخد بالك فرق ما بين دي وفرق ما بين دي أوكي؟ أنا دلوقتي عايز أقول Q as in queen the word queen Q as in queen الحرف اللي بعد ال-Q هو حرف ال-R ده بقى حرف يعني برنز 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 عارفين ها انتو بقى اللغة العربية ال-R وحتى على فكرة ال-Spanish برضو اللغة الأسبانية برضو بيرولوا ال-R R R أنتم تسمعوني كتير بقول لكن انتو راجل برنز مفيش الكلام ده برنز R واحدة مش خمسمية R R ما فيش الكلام ده هي R R بتكتب كده capital R lowercase R تاني capital R lowercase R لازم لسانك يطلع فوق ويرجع وراء R R R شايفين R طبعا ما عنديش كاميرا في جو بس R Car R رابت رابت رابهت دور طبعا بداية الكلمة واخر الكلمة ان شاء الله هنتعلم كل الكلام ده بس ال R خليها في دماغها من دلوقتي هي R وحدة الامريكان R ما فيهاش رر ما فيش مزاي الرأ الرأ رغم ان انا سبحان الله كنت بتكلم مع واحد صاحبي الله يعزه ويمسيه بالخير كان بيقول لي ان سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم دي الطريقة الصحيحة طبعا اه اه احنا بنقول الرحمن الرحيم طبعا المهم يعني اه اه في التجويد يعني سبحان الله طبعا اه في التجويد اه اخونا وليد الله مبارك يعني اه اخونا محمد حمزة برضو الله مبارك ناس يعني اللهم مبارك مع الدين اخونا وليد يعني ماشاء الله دلوقتي قناة يوتيوب وحوار وبرنس يعني اللهم مبارك راجل برنس راجل برنس ربنا وفاك وليد ويا رب كده ما تنسنش من دعائك اللهم امين يا رب العالمين يبقى كده الار تمام اوكي؟ يبقى اوار طبعا بداية اوار نهاية مثلا برضو كار تمام؟ المهم هتبقى اوار از ان رين بو أو as in عشان ما حدش فهمنا غلط as in run أوكي سيب تبع or as in rabbit أو run أوكي بلاش ريمبو أوكي الحرف اللي بعده يا جماعة وهو حرف ال s s الحرف ده برضو لو قلته s اللي قدامك على التليفون ممكن يسمعه f تمام عشان كده بتقول s as in sam s as in sam أنا بقول e as in egg s as in sam l as in love a as in apple m as in mary ده اسمي اسلام أوكي أوكي is as in sam ده capital s lower case s small s أوكي وبقول اس as in sam تمام تمام حرف برضو مهم تفرق ما بينه وما بين ال f f as in frank f as in fish whatever s as in sam أوكي s as in sam الحرف اللي بعده يا جماعة هو حرف تي تي وخد بالك التي والدي أنا تكلمت عليها مما كنت بتكلمة على حرف D التي على التليفون بتتكلمة واحد وقلت له التي هو ممكن يسمحها D as in dog أوكي فلما تيجي تتكلمة على التليفون تقول T as in tom أوكي حنكتب التي لأول T capital T ودي small T أو lower case T تمام حقول T as in tom واحد اسمه tom tom دي في المطبخ حضرتك ممكن تفتح الدرج وتلاقي شوية tom تكلهم ده وضع تاني لكن هي اسمها tom انسى tom أوكي تم ده رحت وحشة tom tom كأنك بتكتبها كده tom أوكي tom وفرق ما بين وفرق ما بين التي والدي يبقى انت بتكلم على التليفون وعايز تقول دي تقول دي as in dog بتكلم على التليفون وعايز تقول تي زي البلتاجي تي as in tom tom وضحت فيه فرق ما بين التي والدي أوكي الحرف اللي بعده حرف اليو حرف السهل ما فيهوش مشكلة كتب بالطريقة دي uppercase you lowercase you أوكي وده ممكن تقول you as طبعا سهلة مش محتاج ان انت تفسرها بس يعني you as in umbrella أوكي لو حبيت يعني بس لو قلت you كله عارف يعني you a أوكي الحرف اللي بعده ذي 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 حرف الذي تمام حرف ذي ذي شايفين بحط أسناني على شفتي وطلع شوية هوا ذي ذي ده capital ذي وبرضو اللور كيس أو small ذي نفس الوضع بس أصغر تمام وممكن أقول ذي بابل يو uppercase lowercase uppercase lowercase أوكي وهو بيطمطق كده بابل يعني كله اتنين بابل بابل يو بابل يو بابل يو مش دابليو دابيو دابل يو أوكي دابل يو وطبعا برضو سهل لما لو قلت دابل يو بس أهم حاجة تكون بتقول دابل يو أوكي دابليو يعني في ناس هتفهم آه بس في ناس برضو زي ما بقولك كده هتبقى صعبة عليها إن هي تفهمك فأنت ما تقول دابليو أو تنطق الحروف بطريقة صحيحة الموضوع هيساعدك جدا 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 تمام دابليو as in work work مثلا هتقول as in what أهم حاجة هي معروفة يعني مش هتحتاج إن انت تقول آه دابليو as in whatever بس يعني برضو عالتليفون انت لازم تكون جاهز لكل حاجة آه يعني ممكن تقابلك عالتليفون تمام الحرف اللي بعده هو حرف ال-X أبر كيس اكس لور كيس اكس أبر كيس لور كيس وذا اكس ممكن تنطقوا كده اكس عشان بس أعصلك الفكرة إزاي بيتنطق اكس 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 مش اكس 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 يبقى اكس as in اكس راي اكس راي اكس راي يعني أشاعة بالمنازمة الأشاعة اللي بتتعمل في المستشفى اسمها اكس راي الحرف اللي بعده هو حرف الواي واي واي ابر كيس لور كيس واي ابر كيس لور كيس تمام وممكن تقول طبعا سهل ان انت بتقول واي مش مش هتحتاج بس just in case يعني واي as in york 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 مش هتحتاج بس يعني just in case why as in york الحرف اللي بعده يا جماعة حرفه مهم جدا وللأسف كلنا بننطقه او معظمنا إلا من رحمة ربي بينطقه غلط وهو حرف الزد ما فيش حاجة اسمها زد اسمها زي انا دلوقتي عايش في امريكا انا بقول لك ازاي هتتكلم هنا هتتعامل هنا لو جيت قلت لحد هنا زد يعني هيفهمه انت بتقصه دي بس كلامك غلط تمام انا بحب اكون بتكلم صح انا بتعلم لغة تانية يبقى اتعلم ها صح حد بيجي يتكلم عربي عايز يتعلم عربي اي نعم ممكن يتكلم عربي مكسر بس انا هقدر اللي بيتكلم عربي مكسر يعني بطريقة صحيحة افضل ما واحد جميل والله الشكل حلو وبيتكلم وما فيش الكلام ده فحاول ان انت تتكلم انجليزي بطريقة صحيحة تمام يبقى زي هو طريقة النط الصحيح لحرف الز حرف الز capital ز او uppercase ز uppercase ز d same z uppercase i mean lowercase z lowercase z z يبقى uppercase z lowercase z نفس الطريقة بس حرف كبير وحرف صغير تمام وممكن تقول as in zoo وماذا 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 بكده يا جماعة يكون كل حروف انتهت بفضل الله ودي طريقة نطقهم الصحيحة يعني يعني والله صدقني هتحتاج انك تعرف الحاجات دي لو انت طبعا عارف الكلام اللي انا قلته ده احمد ربنا ولو انت ما كنتش عارف وعرفت فاحمد ربنا برضو انك عرفت وان شاء الله طبعا هتستفد بيوم كتير جدا وبالذات يعني فعلا الناس اللي هنا اللي عايشين هنا في امريكا عارفين نقصه دي معظم كلامك على التليفون لازم لازم الاول يعني يتأكده ان فعلا الشخص اللي بيتكلم ده هو اسلام طبعا بيسألوك عن العنوان رقم التليفون مولود يعني تاريخ الميلاد امتى فانت مطالب ان انت تقول كل البيانات دي على التليفون لو انت عندك صعوبة في النطق وصعوبة كمان في طريقة نطق الحروف بطريقة صحيحة يعني بصراحة مش مش بعجزك ولا حاجة بس حاول ان انت تكون بتكلم وجها لوجه افضل عشان لو محدش فهمك هيقول عيد تاني على التليفون ممكن تكون انت مثلا بتقول دي وهم يكتبوها الموضوع بيبقى سهل في الموضوع في المستشفيات قصلي في البنوك وحاجات زا كده ولكن طبعا انت لما بتيجي تتكلم مع مستشفى ممكن يكون الموضوع في حياة اموت او كده ربنا عافينا يعني فحاول ان انت تكون دقيق حاول ان انت تعرف الحروف بكلمات صحيحة بطريقة صحيحة عشان تقدر ان انت يعني ان شاء الله توصل المعلومة بطريقة صحيحة اوكي اوكي وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اوليك كان معكم اسلام بلتاجي واشوفكم على الخير الفيديو اللي جاي ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة